هاي هاي يا حلوين يا رب تكونوا بخير وارجعنا لكم تاني مع مارمار لايف ستايل النهاردة هنعمل مع بعض جماتر الكبر او كيكة الحب هنعمل القلوب اللي انتوا شايفينها دي قديها جميلة وبسيطة جدا مكوناتها كلها موجودة في البيت هم تلات مكونات بس وتعملي احلى قلوب وقديها يا جميلة تنفع في عياد الميلاد تنفع في عيد الحب في عيد الام تنفع لو عندك اي مناسبة لو خطوبة لو عاوزة تعمليهم وتهديهم لأي حد فعلا طريقتها بسيطة ومش هتاخد منك اي مجهود مجرد هتاخد منك ممكن تبقى تلاتين ديئة وهتعملي احلى قلوب زي ما انت شايفاها كده بالزبط هقولك على كل التكات اللي تخلي الاشكال القلوب تطلع مظبوطة معاك وهقولك على افكار كمان ازاي تزينيها بيها وتطلع معاك حلوة جدا كأنك مشتريها من احلى محل الحلويات بطريقة بسيطة جدا لو عملتها في البيت تكلفتها هتبقى عشر التكلفة لو انت هتشريها من محل الحلويات يلا بينا نبتدي الطريقة بتاعتنا بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة ايه وقت انسي تشترك في القناة واتفع علي الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نبتدي اول حاجة هنحتاجها ويمكن هي تكون اهم حاجة في وصفة النهاردة هي اوالب السيليكون اوالب السيليكون اللي احنا محتاجنا هي عبارة عن قلوب السيليكون زي ما انتو شايفين كده في الحجم الصغير وحجم الكبير احنا النهاردة هنعمل حجمين هنعمل حجم الصغير اللي انتو شايفينه ده وهنعمل كمان الحجم الكبير الحجم الصغير ده هنعمله وهنحشيه من جوه حشوة مميزة جدا بالنسبة للكبير واقع هوريكي هنعمل في ايه وقديه هو جميل انك انت تحشيه اي حاجة من جوه وتبقى سربراس وتبقى حاجة فعلا مختلفة تماما هنجيب الاوالب بتاعتنا دي ممكن تلقيها في كل محلات الخامات الحلواني او تلقيها في امازون انا جبتها من امازون واسيب لك اللينك بتاعها لو حابة ترجعينه مكون اساسي معانا هيكون طبعا الشوكولاتة يعني حاول على قدمة اداري لما تشتري الشوكولاتة تكون جودتها حلو لان طعمها هيكون مميز جدا في القلوب اللي احنا نعمله احنا مش هنضف لها اي حاجة احنا هنسياحها بس وهنعمل منها الاشكال اللي انتي شايفها هنروح جايبيني الشوكولاتة بتاعتنا ونسياحها انا هنا جبت تلات عبوات شوكولاتة كل عبوة تقريبا كانت 100 جرام اخدت الشوكولاتة وسياحها في حمام مائي عادي خالص احنا عملنا قبل كده كذا مرة مع بعض ولو انت مش عادة تعمليه حمام مائي ممكن تعمليه في المايكرويب بتخطيه في المايكرويب مجرد خمس ثواني وبعد كده تطلعيهم وتقليبيهم وتدخليهم تاني في المايكرويب خمس ثواني تاني بس تخلي بالك لان هي ممكن تلسع منك في المايكرويب انا بفضل اول حمام المائي بيبقى سهل جدا وبتقدر تتحكمي في الشوكولاتة وهي بتسيع هنسيح الشوكولاتة بتاعتنا وهنجيبها ونبتدي نخطها في اوالب السيليكون احنا هنبتدي بالقلب الكبير هنسيح الشوكولاتة بتاعتنا الاول ونصبها في القلب ونتأكد ان احنا عملنا الكبر حلو جدا لكل جوانب القلب ونوزع الشوكولاتة على كل الجوانب هي نفس الفكرة بالضبط بتاعت كيكة بوم بوم اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده هسيب لك اللينك بتاعها لو انت حابة نكنت تشوفيها بعد موزعنا الشوكولاتة بتاعتنا حلو جدا على القلب السيليكون هنروح حطينا في الفريزر لمدة ساعة وبعد كده نطلقها ونعمل الطبقة التانية ليه بنعمل بقى طبقتين؟ علشان نتأكد ان احنا عملنا كبر حلو جدا لكل القلب السيليكون ولما نيجي نقلب القلب بتاعنا ما يتكسرش يعني الشوكولاتة بتاعتنا ما تتكسرش مننا لما نيجي نقلبه فعشان تبقي في المضمون اعملي طبقتين مش طبقة واحدة من الشوكولاتة نفس اللي عملناه بالضبط مع القلب الكبير هنعمله مع القلوب الصغيرة بس المرة دي مش هنعمل طبقتين هنعمل طبقة واحدة لان احنا هنحط بعد كده حشوة مميزة جدا هقولك عليها في وسط القلب وهنعمله كفر تاني بالشوكولاتة فلما نيجي نقلب القلوب بتاعتنا مش هتتكسر فالقلوب دي هتتعملها كفر مرة واحدة بس من الشوكولاتة هنروح جايبين الشوكولاتة بتاعتنا اللي احنا سيحناها ونصبها جوه الاوالب ونوزحها حلو جدا ونتأكد ان الجوانب كلها معمولها كفر بالشوكولاتة احنا هننزل اول قلبين بس هنعمله واحد شوكولات والباية هقولك هنعمل فيه ايه بعد كده بعد ما صبنا الشوكولاتة البيضة بتاعتنا في اول قلبين من اولب السيليكون هنروح جايبين الوان خاصة بالشوكولاتة جبت هنا لون البنك وحطيت نقطتين صغيرين جدا على الشوكولاتة وقلبتها تقليبة بسيطة جدا بعد كده جبنا اي فرشة او اي معلقة صغيرة وتاخد دي نقطتين تلاتة بس من الشوكولاتة اللي هي بيه لونها بينك اللون الاخمر الخفيف ده اللي انتوا شايفينه وحط نقطة بسيطة جدا على القلب احنا عاوزين نقطة حمره بس بسيطة وبعد كده هنروح منازلين عليها الشوكولاتة البيضة فهيكون لونها مميز جدا وهيديك الشكل اللي انت شايفها ده بالزبط هنروح حطين نقطة بسيطة من الشوكولاتة اللي هو لونها ميكس بين الابيض والبنك ونروح سايبينها خمس دايق بس لغاية ما نحس ان هي نشفت بعد كده هنروح جايبين الشوكولاتة البيضة تاني ونروح نصبها على القلب ونحاول على الاب ما نقدر نعمل لكل الجوانب في القلوب بتاعتنا. يواحنا كده عملنا اول قلبين ابيض خالص. تاني قلبين نقطناهم بينك الاول. وبعد كده روحنا نصبينا عليهم وايت شوكولاتة البيضة. القلبين الاخرانيين بقى هنروح مزودين اللي هي بتاع شوكولاتة اللي هو اللون التنك. حطيت تلات نقاط تاني زيادة. وعملتوا اللي هم ميكس جامد اللي هو اللي بتهم جامد جدا والداني اللون البنك اللي انتو شايفينه. وقت نزلتهم في اخر اتنين من القلوب. وابتديت اعمل كفر حلو جدا للجوانب بتاعتني. واتحطيت القلب ده في التلاجة لمدة ساعة لغاية ما عمل دراي خالص. كده انا عملت كفر حلو جدا لكل القلوب بتاعتي بالشوكولاتة. دخلتها الفريزر علشان تجمل. في الوقت ده هبتدي احضر الحشوة بتاعت اللي احنا نعملها. الحشوة بتاعتنا عبارعا بسكاويت وجبنة كريمية. ممكن تستبدل الجبنة الكريمية بالحليب المحلل المكسف. بس انا بالنسبة لي شايفة ان الحليب المحلل المكسف بيقى مسكر جدا والوصفة كلها شوكولاتة. فنكونش حابة ان هي تبقى الشوكولاتة بتاعتها او السكر يبقى عالي اوي. فحطيت مكان الحليب المحلل المكسف الجبنة الكريمية. حطيت باكت البسكاويت. كانت 200 جران جوه الميكسر. فرمتها حلو جدا زي بالزبط طريقة الشيزكيت. اتفرمت حلو جدا وبعد كده رفت احطيت عليها معلقتين كبار من الجبنة الكريمية. قالتهم حلو جدا وبعد كده رفت اعملنا الكورة الصغيرة دي عشان مجرد ما هطلع القالب من التلاجة هبتدي احط المكس ده او ابتدي احط الحشوة دي جوه القلوب بتاعتنا. طلعنا القالب من التلاجة وحطيت الحشوة جوه القلوب. بعد ما مليت كل القلوب الحشوة دي هروح جايبة برض الشوكولاتة بتاعتنا اللي احنا عملناها لكنا مسياحينها. ونب هبتدي نقفل القلوب بتاعتنا. الوايت شوكولت هنخط عليها الوايت شوكولت. الوايت شوكولت مع البنك كنا قفلنها برضو بالوايت او الشوكولاتة البيضة. والشوكولاتة البنك الاخيرة قفلناها بشوكولاتة البنك. رجعناها تاني الفريزر لمدة ساعة. بعد كده هنطلعها من الفريزر وهفتح حالب ووريكي القلوب طلع ازاي شكلها. طلعنا القلوب من القلب السيليكون وانتي بتطلعيها من القلب حاول انك انت تطلعيها برها خالص علشان ما تتكسرش منك. وبتدينا نضف الزيادات اللي كانت موجودة في القلوب. شايفة منظر القلوب كلها احلى من بعض ازاي? يعني هي منظرة كده مجرد ما هتطلع قدامك هتوبي مبسوطة جدا بسيطة جدا وسهل انك انت تعمليها. انت ممكن تقدميها كده بس احنا برضو حبينا ان احنا نزود حب الديكوريشن عليها فابتدينا ان احنا نحط عليها سبرينجلز. احنا نحط عليها خطوط من الشوكولاتة البينكة او الابيض فبقتوا بقى سهلة جدا. ابسط طريق اني كنت تزييني بها هي اني كنتي تروحي جايب البيبينج بات واتخطي الشوكولاتة برضو البيضة اللي احنا كنا عاملينها نفس الشوكولاتة بالزلط اللي كنا عاملين بيها كافر او الشوكولاتة البينك. وتمسكي واحدة واحدة وتروحي عاملة عليها شورط كده بسيطة جدا. افتحي البيبينج بات فتحة بسيطة جدا صغيرة اصغر مقاس ممكن تفتحي في وبتدي اعملي زي ما انا بعمل كده. بعد ما تحطي كده بسيطة او شرط بسيطة جدا من الشوكولاتة لو عندك اي نوع سبرانجلز بتدي حطيه عليها. ولو عندك داست اللي هو بيبقى جليتر كده بيتحط على الشوكولاتة برضو هديها مظهر جميل جدا. اي حاجة موجودة عندك في البيت ممكن تستخدميها. لو عندك سبرانجلز ممكن تحطيها تتيجي شكل جميل جدا. لو عندك البايبينج باك حطي فيها الشوكولاتة وبتدي ارسم الرسومات اللي زي اللي انا عاملها كده بالراحة خالص هتتيجي اشكال كلها احلى من بعضها. كده احنا خلصنا كل القلوب الصغيرة. نفس اللي عملناه في القلوب الصغيرة بالزبط هنعمله في القلب الكبير. هنروح مطلعينه من التلاجة ونحاول ان احنا نفك الاطراف بالراحة خالص قبل ما نقلبه. بعد كده هنقلب القلب. شايفة القلب شكله ايه? ما قولكيش قد ايه جميل. منظره كده حلو قوي يعني هو ممكن يتقدم كده. بس احنا برضو هنعمل نفس الشغل اللي عملناه او اللي عملناه في القلوب الصغيرة هنعمله للقلب الكبير. هنجيب ونحط فيها شوكولاتة. القلب الكبير كان لونه ابيض. احنا هنحط عليه شوكولاتة لونها بنك هيبقى لونه جميل جدا. هنروح حاطين برضو في ونفتحها فتحة صغيرة جدا. اصغر مقاس من الفتاحات ممكن تفتحينه. وتبتدي تعملي شورات كده. وبعدين تحطي عليها اي حاجة لو عندك عندك جليتر عندك اي حاجة ممكن تحطيها. لون القلب الكبير كده جميل جدا. بتستخدميه في كزا مناسبة في اعياد ميلاد في عيد الحب في عيد الام لسه جاي في مناسبة في احتفال. احنا هنقلب القلب ده وهنحشي حاجات من جوة. وهواريكي كمان لو انت عندك مناسبة ممكن تكسري ازاي. شايفه منظر القلوب شكلها جميل ازاي? هوريكي منظر القلب. انا حشيته ايه? وهوريكي السيربرايز اللي انا كنت عملها في المناسبة دي. كده احنا خلصنا كل الشوكولاتة بتاعتنا وزيننا كل القلوب. بالنسبة لديكوريشن ممكن تعملي اي تازين انت حبها. بعد كده جبت طبق التقديم ورصيت فيه القلوب الصغيرة وجبت القلب الكبير حطيته في النص. القلب الكبير ده بقى هو اللي احنا ممكن نعمل فيه كزا فكرة حسب المناسبة اللي انت هتستخدميه. لو تستخدميه في اعياد ميلاد ممكن تحطي تحتيه فلوس او هدايا. لو تستخدميه في عيد الام ممكن تجيبي الهدايا اللي جايبها الموم تبتلو حطها تحت القلب. الميزة في القلب السيلكم ده بقى ان هو بيجي معاه شاكوش خشب. بيبقى ايه جميل? ده ممكن تزينيه باي طريقة تعجبك وتبتدي تكسري في القلب او القلب اللي انت شايفينه. زي ما انا بكسر كده. خلي بالك برضو يستحسن ان كنتي القلب ده يبقى طالع من التلاجة على طول عشان تبقى الشوكولاتة جامدة فلما تبتدي تكسري فيه تتكسر معاكي بسهولة. تدينا نتكسر القلب بتاعنا احنا كنا حطين شوكولاتة فرار رشي وده كان منظرة. عد ايه منظر القلب ده ومنظر الشوكولاتة كان جميل جدا. الولوب دي تتعامل في كزا مناسبة زي ما اتفعنا. تتعامل في اعياد الحب. تتعامل في اعياد الميلاد. تتعامل في عيد الام. في اي مناسبة انت حابة تعمليها تعمليها تبي مرسوطة بها جدا. طريقة بسيطة جدا وفكرة سهلة جدا اي حد ممكن يعملها. هي مجرد ان انت تشترك الاوالب السيليكون وتحط فيها الشوكولاتة هتديك المنظر الجميل اللي انت شايفها ده. جربيها وقولي لي اي رأيك لو عجباتك او هتنسي تشترك في القناة واتفع علي الجرس عشان يوصل لك كل جديد واشوفك مرة تانية مع حياة جديدة غلا باي باي.